الولايات المتحدة الامريكية وروسيا قطبان يبدو أنهما لا يستطيعان العيش إلا بأجواء الأزمات احتقان سياسي تصاعدت حدته بين واشنطن وموسكو في أعقاب تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن التي وصف فيها الرئيس الروسي بوتن بالقاتل ليرد الأخير بالتمني له بالصحة ليخرج كلا الطرفين عن خيار الدبلوماسية ويمشيان في طريق لغة تصعيدية توصيف بايدن لنظيره الروسي جاء في سياق الرد على تقرير صدر مؤخرا عن الجهات الاستخباراتية الامريكية مفاده أن الرئيس بوتن فوض أجهزته المعنية بنشر معلومات مضللة ومشوهة لسمعة بايدن في انتخابات الرئاسة الأخيرة خدمة لمنافسه ترامب بغرض زعزعة ثقة الأمريكيين بالانتخابات حضور هذه المعلومات التي أكدت التدخل الروسي في انتخابات عام 2016 لصالح ترامب أدى إلى تشكل قنبلة بايدن التي فجرت أزمة مبكرة مع موسكو ردت عليها الأخيرة باستدعاء سفيرها في واشنطن في حين لم تكشف الإدارة الأمريكية حتى الآن عما إذا كانت تنوي الرد على موسكو بالمثل الاحتقان الأمريكي تجاه الكريملان فيما يخص الانتخابات مزمن والقناعة في واشنطن قاطعة بأن موسكو تدخلت ولا تزال في الانتخابات خصوصا بعدما كشف تقرير المحقق الخاص روبرت مولر في آذار عام 2019 الكثير من بصماتها ولو أنه لم يحسم جرميتها ليأتي التقرير الأخير ويفاقم الخلافات بين البلدين وهنا يبرز تساؤل كبير عما إذا كان بايدن فاته الانتباه إلى توقيت التهمة التي وجهها لبوتن الذي تشير ردة فعله تجاهها أنه ينوي الثأر قدر المستطاع فاستدعاء السفير خطوة غير عادية ولا تحصل لأمر بسيط بين موسكو وواشنطن ورئيس بايدن ليس بحاجة حاليا إلى أزمة إضافية تضاف إلى الأزمات التي تعيشها بلاده